اشتركوا في القناة كل الأشياء التي تظهر كثيرا في المجتمع متفشية في المجتمع ويسألوا عنها الناس سنوضفها للناس بكل بساطة فاليوم سنوضح شيء أصبح يستعمل في عصر الزيتون يعني لما استخراج زيت الزيتون من الزيتون فهناك بعض الصناع يستعملون مصحوق بودرة يسمى طالك هذا الطالك هو نفس الطالك الذي يستعمل الأطفال الصغار ونفس الطالك الذي يستعمل لامتصاص العراق والذي يستعمل للبشرة وهذه البودرة يعني هذا المسحوق هذا الطالك يسمى هكذا يعني هو التركيب الكيماوي هو سيليكات المانيزيوم هيدريتد ماغنيزيوم سيليكيت يعني لأن المانيزيوم أملاح المانيزيوم لا تكون أنيدر لا تكون يعني خالصة لازم يكون فيها جزئة من الماء فهذه السيليكات المانيزيوم سيليكات المانيزيوم معروفة يعني ليس 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 عجب فهذا الطالك هو يضاف للزيتون قبل طحن الزيتون لأنه يزيد في مرضودية استخراج الزيت الزيتون يعني لماذا؟ لأن حبوب الزيتون فيها طبعا بيكتينت وفيها ألياف غذائية وفيها أشياء كثيرة تشد الزيت يعني هذا الزيت يوجد داخل خلايا نباتية في حبوب يعني في فواكه الزيتون وداخل نوى الزيتون كذلك نوى الزيتون لوزة هناك لوزة وهذه اللوزة كذلك فيها زيوت ولكن لما نطحن هذه الحبوب نطحن نوى ونطحن كل شيء فنستخرج هذا الزيت وخلايا من زيت يعني عظم الزيتون يعني زيت نوات الزيتون وزيت يعني قشرة الزيتون وأكثر الكمية توجد داخل هذا فعني هذا الزيت طبعا هناك أشياء تشد فلما يقوم الصانع أو الذي يريد استخراج هذا الزيت فلما يقوم بتعصير هذه الفواكه كي نحصل على يعني خلية زيت ماء ثم يفصل الزيت عن الماء طبعا فهناك كمية تبقى مع هذه النفاية الصلبة كنسموها بالدارجة في المغرب الفيتور هذا يعني هذه المونفرانسي لغينيون وهذه البيست إن إنجليش كيبقى هذا يعني الأشياء التي تبقى صلبة يعني لما نستخرج الزيتون لما نعصر الزيتون ونفصل هذه المواد الصلبة عن السائل فهناك كمية من الزيت قد تصل إلى 6% تبقى في هذه نفاية الصلبة للزيتون وهذه الكمية هي تعتبر ضياع بالنسبة للمنتج ولذلك يضاف هذا الطالك يعني هذا المسحوق كي نستخرج هذه الكمية يعني كي يكون هذا اليد الراوندوموب الفرنسية يعني هذه المرضودية تكون مرتفعة عواد ما نستخرج 14% نستخرج 16-17% يعني المرضودية تزداد بـ 1.2% ويعني هذا الطالك يعني هذا المسحوق هو ليس خطير يعني لأنه لا يصل إلى الاستهلاك لأنه يبقى مع هذه الأشياء الصلبة المشكل هو أن هذه الأشياء الصلبة إذا ما يعني غديناها للحيوان أو عطيناها للحيوانات يكون خطر لأن السيليكات هي تحطم العظام يعني هذا المخ العظم هو هذا البون ميلو هذا معروف أن هذا السيليكات هي سامة بالنسبة للعظام يتحطم العظام فلا نظن نحن في الصناعات الغذائية لا نظن أن هناك كمية كبيرة ممكن أن تمر مع الزيت لماذا؟ لأن الطرد المحوري الآن بطرق الأساليب الجديدة أو التحتيل فلما نحصل على زيت فلا يكون معه مواد عالقة وإلا فربما يكون قدر بسيط من هذه المواد العالقة قد يكون مع الزيتون وهنا يجب أن تكون مراقبة يعني هذه الأشياء هي الآن تستعمل في كل الدول التي تنتج زيت زيتون في المغربية تنتج جميع الدول وكأن هناك الشركات تبيع هذه المصاحق لصناع زيت الزيتون لكن هناك يعني الصناع يضمنون جودة زيت الزيتون يجب أن لا يبقى فيها أثر سيليكات الماغنيزيوم مع الزيت نحن لا نظن أنها تبقى ولكن تكون مع الماء الذي يفصل عن الزيت ولذلك نصحنا بعدم شرب هذا الماء هذا بالفرنسية المارجين وبالأنجليز أوليف ميل ويستواتر أوليف ميل ويستواتر هذا يعني ماء يعني العصر الزيتون هذا الماء الأحمر أو أسود هذا الماء الدكن الذي يفصل على الزيتون فهذا لا ننصح بشربه ولا ننصح بتناوله ولا ننصح باستعماله يعني فذا إذا كان من صناعات تستعمل هذه المصاحق إذا كان نظيف ويعني الشخص هو نفسه يستخرج ويراقبه كذا ويتناول منه شيء هكذا ولكن لا ننصح بأن يتناول لأنه مع التلوث الآن ومع المبيدات التي توجد في فواكه الزيتون حبوب الزيتون فيها مبيدات وفيها مبيدات النحاس يعني هذه السلفات النحاس هو الذي يستعمل كمبيد الآن مبيدات أخرى ولكن النحاس الآن هو المشكلة في هذه الأشياء فهذه السيليكات الماغنيزيوم قد تبقى في هذه النفاية الصلبة وهي التي ستشكل خطر على البيئة وإذا ما غضيت للحيوان إذا ما أعطيتك علف للحيوان أو استعملت في بعض الأعلاف فستكون خطر على الحيوان وستكون خطر على الإنسان فيما بعد ولذلك نحن دائما نقول بأن الاعتراف بالإنتاج العضوي أو البايو هناك إنتاج عضوي الفلاحة العضوية ليست هي البايو فالفلاحة العضوية هي الفلاحة التي تستعمل أشياء طبيعية لا تستعمل ببيدات كيموية ثم تستعمل بودور وأشياء هكذا مثل الفلاحة الأخرى الزراعة الأخرى أما البايو فهو يعني يجب أن يكون كل شيء طبيعي مئة في المئة بما في ذلك البودور ونحن يعني تكلمنا عن هذه الأشياء وقلنا بأن فخبراء المحليين والخبراء الذين يعيشون في البلد هم الذين موكون لهم وهم الوحيد الذين يمكنوا أن يحددوا بعض الأشياء وليست لجنة تأتي من أوروبا أو تأتي من أمريكا كي تطبع ورقة لهذا الصانع وتقول له إن عندك البايو نسمح لك بأن عندك بايو بأننا شهدنا بأن عندك البايو خبراء الوطن هم الذين يشهدون وهم الذين يجبوا أن يعطوا هذه الشهادة لهذه المنتجين جميع المنتجين في جميع الميادين وإلى حد الآن هناك مكاتب أجنبي الآن أصبحت ترخص لهذه الدول دول مغرب العربي كلها الآن ترخص لها وأنا شخصيا كخبير المنتجات العضوية والمنتجات البايو داخل بلدي أنا الذي أعترف بها أما أن يأتي شخص ثم يوقع على ورقة بأنها بايو أو بأنها عضوية فهذا شأنه هذه الأشياء أنا لا أعترض عليها ولكن كخبير لا أسمح لنفسي بأن أكون تحت هذه الأشياء فإذا كان هناك فلاحة عضوية فنحن الذي نسمح بها ونحن الذي نشهد أنها عضوية وإذا كان هناك إنتاج بايو فنحن الذي نسمح بها ولذلك كما قلت هذه الأشياء الصناعية وهذه الأشياء خبايا الصناعة أو خبايا استعمالات فالخبراء هم الذين يعلموها جيدا ومعنوحا لدينا خبراء في المغرب لدينا خبراء أكفاء ومشاء الله ولذلك يجب أن لا نسمح لأي شخص من أي بلد أن يرخص لنا داخل بلدنا في هذه الأشياء فنحن من يرخص ونحن من يجب أن يقف على هذه الأشياء ولذلك فهذا المشكل هذا المسحوق الذي يستعمل في الزيتون فربما يكون هناك صناع لا يعلمون طبيعة هذا المسحوق ثم يباع لهم من طرف شركة ويقول لهم أن هذا يزيد في من تهل يعني الفلاح لما تقول لو يزيد في المردودية يشتري الشيء يعني هذا مسألة عالمية بشيء غير في مغرب يعني عالميا نحن نتكلم في اليوتيوب نتكلم مع جميع دول العالم ولا يسمع مع المغرب فقط لأن فرق ما بين الفضائية على اليوتيوب وقناة على اليوتيوب والقناة المحلية يعني هناك فرق فنحن قناة يوتيوب قناة دولية نحن نتكلم مع جميع الدول ولا نتكلم مع فئة يعني داخل البلد فاستعمال الطالك هذا ما يسمى بالطالك استعمال هذه البودرة هذا المصحوق يعني في استخراج زيت الزيتون هو أمر وارد يستعمل في دول هناك شركة تبيع هذا المنتوج موجود في السوق ما نحن نوضح للناس أن يجب أن تكون هناك مراقبة فقط أن تكون هناك مراقبة ثم هذا الصانع يجب أن يسأل هل هذا الشيء أنه خطير أو لا يجب أن يضمن له الذي الأسلوب صاحب الأسلوب يجب أن يضمن جودة المنتوج وخلوه من أي شيء يكون فيه خطر على المستهلك نسميها Security Insolubility سيكوريتي إيصالي بريتي بالفرنسي ثم عليها بالأنجليزية سيكوريتي تعني شيء آخر فهذه الأشياء نحن نوضحها أسئلة تريد علينا ويجب حالنا نعيش في عصر الميديا وعصر الهواتف الذكية فيجب أن يعلم المستهلك جميع الأشياء التي يشتريها بنقوده يجب أن يعلم هذا حقه الطبيعي وليس حقه المدني حقه الطبيعي يعني لو كان يعيش في الطبيعة هكذا فعنده حقوق طبيعية يجب أن تحترم هذه الحقوق شاء الله نكتفي بهذا القدر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته